مرحباً جميعاً، كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله سنبدأ بإنطلاق كتابنا في مادة صف سادس دعنا مع بعض نتعذف على هذه المادة أكتر ونرى عن أيش بحكي كما أنتم رأيت عنوان وحدتنا الجديدة Heat in the Earth الحرارة في الأرض اليوم نتعرف كيف تصير لنا البراكين سنتعرف اليوم عن جزيرة اسمها آيسلند هذه الجزيرة هي جزيرة بركانية دعنا نقرأ هذا الدرس مع بعض ونرى عن أيش بحكي بالضبط Heat in the Earth The land of fire and ice أرض النار والجليد Sunday, 19th of June يوم الأحد بتاريخ 19 من شهر جون وهو شهر 6 Dad and I have just arrived in Iceland The land of fire and ice أنا وأبي وصلنا إلى هاي الجزيرة اللي اسمها آيسلند التي تسمى بأرض النار والجليد I am really looking forward to this holiday أنا أتطلع جدا لهذه العطلة I'm going to write everything down in this diary رح أكتب كل إشي في مذكرتي When we were flying over the island we could see the volcanoes and the glaciers لما إحنا كنا طايرين فوق الجزيرة شفنا البركين The glaciers اللي هي الأنهار الجليدية متجمدة None of the volcanoes was erupting ولا بركان منهم كان نشط أو منفجر I would like to see an eruption أنا لسي أشوف بركان عم منفجر أو انفجار It would be thrilling سيكون هاد رائع But active volcanoes are dangerous البراكين النشطة خطيرة It's safer when they are quiet هي طبعا بتكون آمنة أكتر لما بتكون خامدة أو هادئة Tomorrow we are going to Hekla غدا سوف نذهب إلى Hekla It's an active volcano But it hasn't erupted for several years هاد Hekla هو عبارة عن بركان كان نشط بس هو ما انفجر منذ عدات سنوات Monday 20th of June يوم الاثنين في عشرين من شهر ستة من هو حزيران Today we climb the top of Hekla إحنا اليوم تسلقنا إلى قمة Hekla We didn't go into the crater ما دخلنا لفوهة البركان So there was snow on the ground But in some places the rocks were warm بحكيلك انه كان فيه تلج على الارض بس في بعض الاماكن كانت الصخور دافئة The snow was melting and the rocks were steaming كانت التلوج تدوب والصخور تتبخر Our guide picked up a small rock and told us about it الguide اللي هو مرشدهم السياحي أو دليلهم السياحي طال الحجر صغير عن الارض وقعد يشرح لهم عنه واندى بولكينو ايرابت لما بنفجر البركان The rock from deep under the ground comes out of the volcano الحجارة بتطلع من باطن الأد لسطح هذا البركان The rock is so hot that it is liquid بتكون الصخور من كتر ما هي سخنة ودرجة حررتها عالية بتكون سائلة liquid يعني السائل It runs down the side of the volcano وبتنزل على جوانب البركان طبعا انت بتعرفوا البركان بكون زي الجبل فهي بتنزل على جوانبه Then it cools and goes hard بعدين بتبرد وبتصير hard قاسية It's cold lava ولما هيك بتصير قاسية بصير اسمها هاي المادة السائلة اللي بتتجمد المتجمدة بصير اسمها lava It isn't smooth at all هي مش نعمة بالمر It feels very rough and a bit sharp هي بتكون ملمسها قاسي وكمان هي شارب حاد You can easily cut yourself on it لدرجة انه بسهولة ممكن انها تجرح حالك فيها Our guide's name is Ari اسم دليلنا ومرشدنا Ari In the hotel this evening He drew a diagram of what hecla looks like inside طبعا هم في القتال الليلة هو رسم لهم مخطط عن شكل هذا الهيكلا من الداخل Now I understand why the ground was hot هلا انا صرت افهم ليش الارض كانت سخنة There is liquid rock down there now لانه في عنا صخور سائلة تحت الارض فلا Ari showed us pictures of hecla erupting Ari فرجهم صور لبركان hecla هو عم ينفجر He let me keep this one هو اعطاني الاحطفز بهاي الصورة He is very nice هو شخص لطيف He is a student at the moment but he is going to be a geologist هو طالب في هذا الوقت بس هو حابب انه يكون geologist يعني عالم طبقات He knows a lot about rocks and everything about the volcanoes in Iceland هو بعرف الكثير عن الصخور وعن البركين الموجودة في جزيرة ايسلند هلا خلينا نروح باج 23 ونشوف شو تكملات الدرس Tuesday 21st of June Today we saw a geyser That's a kind of hot spring هما شافوا اليوم geyser هي عبارة عن نبعة حارة About every 10 minutes hot water went shooting up from the ground like a huge fountain حوالي كل 10 دقائق بتطلع نفورة من الأرض كبيرة كتير It was fantastic هي رائعة The water underground is heated by the hot trucks طبعا هاي الميل تحت الأرض بتم تسخينها عن طريق الصخور الحارة First it bubbles أولها بتكون تطلع فوقها عال Then when it gets really hot It suddenly goes up about 10 meters high بعدين بس تسخن كتير بتطلع بشريك المفاجئ من باطن الأرض على ارتفاع 10 meters Wish What an incredible power يالها من قوة لا تصدق Dad took this picture بحكي لك إنه بابل طاط هاي الصورة When is day 22nd of June الأربعة 22 من شهر 6 We went to a really strange place today إحنا رحنا عن جد لمكان غريب اليوم We went to the top of a volcano رحنا إلى طب اللي هي قمة البولكانو Then we went down inside وبعدين دخلنا جو The ground was steaming And there were lots of hot springs كانت الأرض سخنة كتير بتحسيها إنها بتتبخر وفي العديد من النبعات الحارة Sometimes these springs are boiling hot So you must be careful في بعض الأحيان بتكون هاي النبعات تغلي يعني بطلع منها فوقعات سخنة فلازم تكون careful حذر There were noisy bowls of hot bubbling mud too كمان بيكون في عندك أصوات مزعجة من صوت المد اللي هو الطين وهو عم بغلي كمان They are called mud اللي هي براك الوحل What weird sounds يا لها من أصوات غريبة A long time ago people believed in dragons and monsters في قديم الزمان الناس كانت تتأمن بوجود dragons اللي هما التنانين and monsters اللي هما الوحوش They thought they lived in volcanoes and now I know why كانوا زمان يعتقدوا إنه هاي الوحوش والتنانين بتعيش بالبركان وهلأ عرفت السبب The noises sounded like terrifying monsters under our feet الصوت مبين كأنه فيه وحش مرعب تحت إجرينا What a peculiar place يا لهم من مكان مميز أو مكان غريب طيب هلا نشوف آخر فقرة عنا Thursday 24th of June يوم الخميس 24 من شهر جون Today was terrific fun كان اليوم ممتع ورائع We went to a gigantic pool outside رحنا على بحيرة عملاقة في الخارج I thought the water would be freezing cold but it was like being in a warm bath اعتقدت إنه الماء رح تكون بارد لبس أنا كنت فعليا في حمام ماله سخن دافي It was brilliant كان رائع A hot spring feeds the pool It's like having a hot tap running all the time so the pool never goes cold بحكي لكم كان فيه نبعة سخنة بتغذي هاي البول البركة كأنه فيه حنفية ماء دافية بتظلها مفتوحة عشان هيك عمرها ما رح تبرد I wanted to stay all day أنا كنت حابة بأظنة طول اليوم tomorrow are is taking us to a glacier آري بده ياخده مع النهار متجمدين This is the best holiday ever كانت هاي أحلى عطلة على الإطلاق ولا يا حلوات بعد ما خلصنا شرح الدرس خلينا نروح بيج 24 عشان نشوف إيش مطلوب منا حل أسئلة وهون بقولنا السؤال الأول Read choose the correct ending اقرأي واختاري النهاية المناسبة لكل جملة من هدول الجمل طبعا ترجع إلى الفقرة مشان تعرف النهاية الصحيحة السؤال الثاني ما بدي يا الثالث بقولك choose the best word to complete these sentences ديك تختاري الكلمة المناسبة عشان تكملي الفراغ لهدول الجمل رح أعطيكي معنى الكلمات وإنتي بدورك بتعبيهم بالجملة thrilling رائع guide مرشد أو دليل سياحي رف قاسي eruption انفجار weird غريب dragon تنين وهلا حبيبتي بتحلي هدول السؤالين بتكتبيهم على الدفتر وتبعطيلي الحل على نور سباس لأنه تم تفعيله ما رح أرضى مسيجات على الواتساب ويعطيكم ألف ألف عافية باي باي